في إطار تنفيذ برنامج وزارة الإسكان بتوزيع وتخصيص 6166 وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة تبدأ الوزارة غدا لحد بتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين في عسكر وبعد غدنا الاثنين في عراض يأتي ذلك استجابة للتوجيه الملك السامي لحضرة صاحب الجلال عهل البلاد المفدح في ذه الله ورعا بشأن توزيع وتخصيص الوحدات الإسكانية للمواطنين المستحقين في إطار مشروع بناء 40 ألف وحدة سكنية للسنوات القليلة المقبلة وزارة الإسكان ستبدأ غدا في أعمال تخصيص مشروع عسكر الإسكاني والمتضمن 128 وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات فيما سيتم توزيع 181 وحدة سكنية في مشروع عراض الإسكاني بعد غد الاثنين وذلك طبقا لبرنامج التوزيعات المعلن عنه